بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الحياة مع تقلباتها وتغيرات اللي بتحصل لنا في حياتنا بيبقى في أوقات كتيرة الناس بتحاول تحافظ على أمنها وتحافظ على نفسها أنا مش أصدي أمنها أنا اللي بيتعلق بالأمن المجتمعي أمنها اللي جاي من وراء مخاوفها فتعمل شوية حاجات كده غير عاقلة وغير حكيمة ويخليهم عايشين في حالة رعب دائم فيحاولوا دايما يحسسوا نفسهم بالأمان على حساب إيه؟ على حساب المبادئ والأخلاق والقيم ولذلك الجليس اللي احنا عنا نتعامل معا النهاردة جليس شويتين ثلاثة سيء جدا بيخلي الناس من غير ما تشعر سيئة الخلق من غير ما تشعر بتوجع الناس من غير ما تشعر ممكن يدوس على أي حد قدامه وهو الشعور أو الجليس اللي يخليك تشعر بأن انت محتاج للفوز والاستحواز دائما لازم دايما تفوز وتستحوز في ناس كده دايما عايزة تفوز وتنجح في كل حاجة فكرة ان هو يخفق في حي حاجة فكرة مش وردة عنده خالص ومش بتالت في حساباته والبعض منهم بيشوف دا حاجة إيجابية وكويسة وفيه معنى يعين كده عند الناس مش بتعرف تميز بينهم معنى الفوز والنجاح في كل حاجة ومعنى الاستحواز دا من جهة والطمع دا من جهة أخرى الفوز أو النجاح فيه معنى مهم وانك ممكن تخسر مرة او توقع او تفشل فلما تفهم دا وما تتصدمش في حاجة وتعتبر ان الخسارة دي نهاية العالم او ان موقف لم توفق فيه هنا لازم تفهم ان دا شيء ممكن يحصل ولذلك ورد في القرآن شيء يخلينا نفهم الحقيقة دي ان حقيقة ايه ان الاخفاق مش نهاية العالم وان الاخفاق مش لازم بالضرورة يكون شر وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هكذا تكلم الله الحكيم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى اذا لازم تفهم دا ويجي كمان قوله تعالى في معرض بيان حادثة الافك وما فيها من صعوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى السيدة عائشة طبعا رضي الله عنها ويقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ايه دا احنا شايفين ان هو شر لكن ايه اللي حصل هو خير لانه يحصل فرز للناس ونعرف الصادق ونعرف المحب لله ورسوله ونعرف المنافقين ويبقى يختبر الناس فيتعلموا بعد كده قيمة حسن الظن وقيمة حفظ الكرامة وقيمة الاعراض يبقى دا خير كتير مش حاجة قليلة اذا لازم نعرف واحنا بنتكلم عن الفوز ان الفوز معناه ان مش لازم انا افوز دائما زي ما فيه ناس بتتصور ان انا لازم ابقى الفرست دائما انا الاول انا الانجح انا الاكثر استحوازا وانما ممكن يحصل عدم فوز وساعتها مش لازم نسميه عدم توفيق بل هو توفيقه للتعلم ساعتها بنوفق ان احنا نتعلم نتعلم سنن الحياة ودي حاجات بيدفع فيها ناس فلوس كتير عشان يتعلموها يبقى الفوز بكل حاجة مش هو الحقيقة اللي لازم نعيشها وحيازة كل مطلوب مش هو الحقيقة اللي لازم نعيشها واللي مش هيفهم كده هيقع في وهم ممكن نسميه بشكل واضح وهم الاله محقق الامال ان ربنا لازم يحقق امالي طول الوقت يا رب عايزنا احبك حقق لكل اللي انا عايزه ويبقى الاله وظيفته ان يسير على السيناريو على السيناريو الذي رسمته لحياتي الاسكريبت اللي انا كتبته لحياتي طب واذا ما حصلش يبقى ليه يا رب بتظلمني وليه يا رب بتمنعني من عايز افوز على طول وساعتها العبد بيتحول انه شايف ان ربنا موجود عشان يحقق له اماله بس ودي مصيبة مش بس خطأ كبير ده مصيبة ده المعنى مدمر للحياة فممكن بعض الناس يوصلوا بهذه الطريقة في التفكير للأسف للحاد اصلا ما حقق ليش اصلا ظلمني اصلا طب ليه ظلمك ليه اصلا هو منفسديش امالي ما حقق ليش اللي انا عايزه ده كله ليه جاي من وراء ان انا فاهم ان انا الصحيح ان انا افوز طول الوقت وما يبقاش فيه عقبات وما يبقاش فيه اي نوع من انواع الخسائر في اعتقادي فيه ناس فيها خصلة غريبة جدا ويحب الاستحواز التام على كل شيء والانفراد بيه انفراد بالاصحاب انفراد بالفلوس انفراد بالاب والام انفراد بالاصدقاء الانفراد بالجيران الانفراد الانفراد وحدث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ده في موقف معروف عن ابي هرير رضي الله عنه قال قام الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال العربي وفي الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لما حذر النبي سلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيشوف بظهره كان حذر النبي يشوف من خلفه كما يرى من امامه كان بيسمع كمان حذر النبي ويسمعه الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعراب لقد حجرت وياسعا انت دي يأتي الدنيا كده ليه انت من تخير حذر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة الجليل بلاش تكون عقب أمام وسع الله للخلق او ده الشخص اللي عايز يستحوز انا وبس انا ومحدش بعدي انا ومن بعد الطفان ويمكن ده السبب اللي من اجله ربنا سبحانه وتعالى مدح اهل المدينة بقولي تعالى ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يبقى ليه بقى وصفهم بهذا بأنهم من اهل الفلاح انهم قدرين يوقفوا شح النفس قدرين يوقفوا الحب حب الاستحواز وكأن شح النفس معناه والاستئثار بالخير دون غيري يبقى عايزة افوز بكل حاجة اه انا بحب الفوز والنجاح اه ده طبيعي لكن اوعى حبك للفوز والنجاح يتحول الى انانية مفرطة ويتحول الى فردانية ويتحول الى كراهية للخير للغير لان احب الناس الى الله سبحانه وتعالى انفعه من الناس وكونك ان انت عايز تبقى انفع الناس زي ما حاطرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب الناس لله انفعه من الناس لازم انت تتربى وتتدرب قلبك يتدرب على انك انت تحب الخير للناس وأفضل طريقة أن أنت تحب فيها الخير للناس أن أنت ما تحبش الاستحواز على الخير كل وعشان كده ما حدش يستحق أنه يعيش لو عاشت لنفسه لأنه لو عاشت لنفسه دي ما تبقاش حياة تبقى والعزب الله جريمة كبيرة أن أنا أعيش وبعد كده الناس ضيع وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضع علينا الأساس ده في الحياة حضرت النبي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وعشان كده لما ساعدني لأيه البعض النفسه تلعب به لعبة النلغات وبرل الوسيلة فيبقى النجاح بالنسباله يفطل يستخدمه لكي يحقق أهدافه مهما كانت الوسيلة حتى لو غادر بناس وأزى ناس ولعب بيهم أو يستخدم قلوبهم سلم عشان يوصل للي هو عايزه أهم حاجة يفوز باللي هو عايزه وتسمى وهي دي البراجماتية النفعية اللي فيها كل شيء مبرر وساعات يسموها الميكيافيلية أوصل للي أنا عايزه بأي طريقة كانت حتى لو على قلوب الناس أو على جماجمهم أو حتى على حياته على الرغم إن الشخص ده بيباني إنه حريص على العمل لكن في الحقيقة هو مش حريص على العمل هو حريص على مصلحته الخاصة وبس 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 كذا كذا وأنا أصلا في الحقيقة غير مؤهل وإيه اللي حاصل وأهلك الناس بأفكاري يا ما شفنا مجالات الناس بتشتغل فيها دلوقتي وهي غير مؤهلة ويمدي إيده في البيوت ويتكلم في الاستشارات ويتكلم في ما عرفش إيه ويفس البيوت وكمان ممكن يشاوها سمهة ناس لأنه بيعتبرهم منافسين ويسيء إليهم عشان يفوز هو الوحد ويام شفنا في الأسواق بالناس بتعمل كده وده نوع من أنواع الكذب ونوع من أنواع البهتان والكذب والبهتان كبيرتان كبائر يا سادة كبائر لكن غاية تبرر رسيلة وصاحب الاستحواذ أو الفوز الوهمي كتير بيكون عنده مشكلة في الحوار مع الناس دايما لازم أو دي حياة بتبقى خفية عن الناس لازم هو يستحوذ على الأعداء محدش يقدر يقول كلام صح غيره فيستحوذ على الكلام ويستحوذ على الأعداء ويبقى هو دايما على الصواب واللي حواليه دايما مش فاهمين ومش ممكن إيه وصلوا لتفكير زيه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده فإيه اللي حاصل سألوا عن الكبر قال هو العجب فرسول الله سألهم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس إن انت تعمل كده وعشان كده ربنا قال ويلوا للمطففين المطففين اللي إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ده نوع من أنواع الاستحوذ هو بس يشوف حقه على الناس عشان يستحوذ والناس ما لهاش حق وبيكون غالبا عنده خلل في علاقته الإنسانية في الأسرة حتى في أسرته أو حتى في العمل إنه مش قادر يشوف الآخر مش قادر يشوف الآخر إنسان كامل اللي ولاه حقوق مش قادر يتعامل ويتعاون لأنه متمحور حول ذاته وزيك من أهم من أفكار المغلوطة اللي فيه ممكن يعتقدها الإنسان واندمر حياته إن قيمة الإنسان بقدر ما يملك آه والله إن ساعة ما الإنسان بيسر إليه إن قيمة الإنسان بما يملك إيه اللي حصل نظرته في الحياة بتتغير ويشوف إن مكانته في الدنيا بتكون بمقدار وجهته في إيه اللي يحصل فيعجب بنفسه وكل ما يحقق ملك أكتر كل ما يزداد إعجابه من نفسه عشان يفضل هو على القمة لوحده من غير ما يسعد حد ولا يسعد حد بس هو في الحقيقة بيبقى مش سعيد وبيضحك على نفسه حتى لو كان سعيد بمعنى إنه هو متلزز لكن مش هي دي السعادة لأنه في كتير من الأحيين الناس بتنبذوا وما تحبش إنه وجودها معها لإنه حسين إنه وجوده خطر عليهم ولذلك حضرت النبي بيقول إيه المؤمن ومن أمينه الناس فالشخص ده خطر الناس بتحس إنه هو خطر ففكرة إنه أنا كل ما يكون عندي ملك كل ما يكون أنا أكون سعيد وكل ما أكون بملك كل ما يكون عندي وجاهة والناس تخفني وتهابني كرسة فهيستحوز والغاية وبرر الوسيلة وعشان كده كمان من أخطر الأفكار كمان اللي إحنا بنكرسها وإحنا بنربي أولادنا للأسف أولادنا هي فكرة التميز إنه إنت إمتك بمقدار ما تتميز به مش إمتك بمقدار ما تحسن على فكرة ما تنغلطش ما نخلطش ما بين الفكرتين قيمة المرء بما يحسنه غير فكرة إنه إنت لازم تتميز على الآخرين فلو طلع حد إيه اللي حاصل من أهل الإحسان معك لا 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 إهدمه إنت لازم تبقى فوقي لازم تبقى تطلع الأول لازم كمان ما حدش يسبقك فلو حد سأبقك إنت تحس إنه إنت ضعت ودي مش حادي إلا أنا أبقى فيها التاني وإزاي تبقى التاني وإزاي يبقى نقصك درجة عن اللي قابلك فالوقت يحس إنه هو تافه إنه مطلعش هو الأول ليه؟ عشان هو لازم يستحوز ولازم يبقى أنجح واحد في الكون فتنشأ نفسية الولد على إنه ركن أصيل في أمانه هو التميز والفوز بالمكانة وإذا ما فست بالتميز والمكانة يبقى هو ملوش أهمية فيجري ولا التميز الأمانة بأي تكلفة كانت مهما كاننا هيكلفه التميز ده تشويه الآخرين والتعدي عليه إنتوا شايفين بنعمل إيه في أولادنا؟ هل معنى كده؟ إنه ما يبقاش الولد طموح لا ما للطموح بتشويه الناس ما للطموح بالغاية تبرل الوسيلة ده الطموح معناه إن الواحد عنده غاية واسع عليها فالطموح ده علامة من علامات الإيمان وجزء من أجزاء الإحسان وسيمة من سمات السعداء إن دايما يكون عنده حلم ولزي كان دايما بقول للناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة فالطموح ده قيمة والإنسان الطموح ده آمل في الله سبحانه وتعالى وعنده تمسك بحسن الظن بالله وبيؤمن بالساعة اللي ربنا خلق الحياة فالأساس في الحياة إن هي الساعة ويؤمن بأن الله الواسع عنده من الساعة ما يكفي ويزيد على كل العباد وعشان كده بيسعى دائما للتحسين والتطوير والترقي وبيسعى دائما للفوز بالحق مش بالباطل طب يعني إيه الفوز بالحق مش بالباطل إنه يسعى في جنبات الحياة يطلب رضى الله يطلب رضى الله سبحانه وتعالى ويدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى وإزاك الله سبحانه وتعالى يقول فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الساعة للفوز الحق يحيى بأنه عبد لله مش عبد لنفسه يحيى بي ولكنك عند الله غال انت غال عند ربنا وتلاقيه محسن في عمله وعنده أمل مستمر على الدوام بيسعى بالقيم يسعى بالخير والرحمة والجمال ما يدوس على حد ولا يأذي حد ولا هو محتاج إنه يدوس على حد وعشان كده أول محد يقابله يخرج منه أحسن ما فيه وتلاقيك لما تقعد في عادته كده يحسسك بالوسع وعشان كده تلاقيه يفرح بفرح الآخرين ويعتبر إن جزء من ثقة بنفسه هو دعمه لثقة الآخرين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي وعشان كده احنا شوية عايزين نعمل شوية إجراءات والإجراءات دي مهمة أول حاجة لازم أنا أقوم بإدارة احتياجاتي ونعرف إن التدريب على إدارة الاحتياجات تقيمة إنسانية وسعادة فالاحتياجات مش جاي عشان نشبعها الاحتياجات جاي عشان نديرها يعني إيه يدير احتياجاتي أجعل احتياجاتي حافظ إن أنا أبزل مجود أقبل ويبقى الاحتياجات دي جاي عشان نقبل بيها على الله مش نحس بالنقص فنصرع الناس عشان ما يبانش نقصنا حتى لو كان الصراع ده تعيكسر قلوب الناس ويزيهم يبقى لازم إحنا نسعى إلى إدارة احتياجاتي أمر الثاني لازم أدير مشاعري اللي بتخليني أحس بالمهانة وبتذل إذا أنا فشلت وإزاي أدير مشاعري دي إن أنا أعرف إن الفشل هو في الحقيقة معنى الحقيقي هو مزيد من العمل والفشل ليس عارا الفشل والهزيمة والخسارة ليس عارا لكن الفشل ما له الفشل معنى الاحتياج إلى مزيد من العمل تخيلوا لو أول واحد كان فشل كان اعتبر ده نوع من أنواع العار وتوارى وسابت وساب السباء لكن لما حد صار في الطريق ألا أنا أكمل وربنا فتح عليه يا ما ناس ربنا فتح عليهم وهم في الأول خلص تعبوا واكتبوا بنار عدم الوصول لما يريدون لكن كملوا لمهدوات مقتضى أنا عند ظن عبدي به يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجري علينا ما نسميه فشلا لكي إيه اللي حاصل يتقلق في قلوبنا حسن الظن بالله ويتقلق في قلوبنا التفاؤل والأمل وسعيدة أننا ماشيين صح تلت إجراء لازم نعملوا كل يوم أتعلم حاجة جديدة عشان أحس فيها بساعة الحياة لأننا لو حسيت فيها بساعة الحياة يبقى أنا ماشي صح رابع إجراء وده إجراء مهم جدا إن أنا يبقى لي عند ورد من الحمد والامتنان أتعود إن أنا أحمد ربنا عشان يتعود قلبي على رؤية نعم الله سبحانه وتعالى وساعتها أنا أعيش في ساعة وخامس حاجة وهي مهمة جدا جدا إن أنا أتعود إن أنا أخدم خلق الله لأن خدمة الناس كل يوم وأنا بقصد إن أنا أخدم حد دعي ساعدني إن أنا أكون إنسان حاسس بساعة الحياة وبنور الله ويخفض عندي الفردانية والأنانية وياريت المساعدة دي تكون لحد من زميلي في الشغل وفي بيتي كمان وأدعمه وأحسسه بأنه هو مش لاقف لوحده عارفين الخدمة بتعمليه بتزكي الإنسان وتخرج أجمل ما فيه يا رب اجعلنا في حصنك وفي أمانك بحصن لا نحتاج إلى أمان الفوز ولا أمان الاستحواز ونسعد بأننا عبيدك اللي أنت بتبنكنا وبتفتح علينا ونتذق ونتذوق حلاوة أليس الله بكاف عبده يا رب اجعلنا من أهلي زوق شهد أنك كافينا وأنك يا مولانا من تحفظنا وترزقنا وأيضا تؤنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين